شد وجذب مستمران بالعلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وباكستان الرئيس الأمريكي جو بايدن يحاول حجد دعم لانتخابات التجديد النصفي في الكونغرس أمام لجنة حملة الحزب الديمقراطي بمواقف في اتجاهات عدة فيصف باكستان بالدولة الخطيرة لامتلاكها منظومة نووية تصريحة تثير حفظة اسلام أباد فتستدعي السفير الأمريكي لديها وتدفع وزارة الخارجية الباكستانية للرد فتقول إن ترسنتها النووية في أياد آمنة باعتراف الوكالة الدولية المعنية ما خرج به الرئيس الأمريكي ارتد بمزيد من الصخط بين الأوساط السياسية الباكستانية الرافضة لأن تكون محطة يرمم بها بايدن ما خسره من شعبية أنا مندهش من تصريحات الرئيس بايدن أعتقد أن هذا بالضبط هو نوع سوء الفهم الذي ينشأ عندما يكون هناك نقص في المشاركة يومان فقط بين هذه التصريحات وصدوري وثيقة استراتيجية الأمن القومي الأمريكية التي أوضح منها بايدن للعالم رؤيته للصين على أنها التحدي الجيوسياسي الأكثر أهمية لأمريكا تبكين هي الحليف الاستراتيجي لإسلام أباد التي يتعارض سلوكها في الغالب مع غاية واشنطن لاعتبارات عدة أخطرها لأمريكا هو إمكانيات الأسلحة النووية